اشتركوا في القناة 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 هذه الطريقة بسيطة كل شي سهل ونحن نأخذها نضغط البن وزبدة نصليها لنبي نصليها لنبي ندعوها بسم الله نقول لها شي كوتية لا تصرف يا الله مدى بي خلتي خير أنا نسمحها والصلاة علي والصلاة علي يا زلال عمام يا رسول الله يا شفيع القيام والصلاة علي والصلاة علي والصلاة علي يا زلال عمام يا رسول الله شفيع القيام والصلاة مازلنا معاكم ميوه السادة الأكارم كمجتو الحجة خيرا راها تمخذ في الرايب باش يولينا زبدة وخالتي فتيحة مانيش عارفوا شرها مجدتنا خالتي فتيحة مرحبا بكم عانا السلام عليكم ورحمة الله اسمه تعالى احنا دا مش ندير الفلفل النار نضيفه 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 سما خالتي فتيحة اليوم نضيفه في طور تقليدي تقليدي سعب الفلفل خالتي فتيحة وش ركي دايره في الكسكاس نضيفه تشيشة باش نفطره باش نسقيه بل بلس ونخذ في الحجة خيرة يعني اني موجدت له تشيشة وموجد الفلفل نضيفه الفلفل هكسه في النار ادخل ركي دايره نضيفه ونضيفه في الكديحة ونضيفه في الكديحة ونضيفه الزيتون ونضيفه نضيفه تم توفيرها بسحة الفطول نتواصل ان شاء الله لنظيفه غير الحجة حتى اننا البلات مخطفة والله عزاة المجاهدين في انتظار الفطول يوجد فاصل ونتواصل والصلاة علي يا زيناء الأعمام يا رسول الله شبع القيام من هو وحان من هو وحان يزنى الأعمام من هو وحان يزنى الأعمام الوحد هو الله شبع القيام والصلاة علي يا زيناء الأعمام إذن عزائنا المشاهدين نظر بالليلحقنا إلى آخر مرحلة في صناعة زبدة تعالحليب التقليدية كما راكم تشوفوا خالتي فاتحة وجدتنا الفطور وخالتي خيرها كملت من المخيط خالتي فاتحة واش وجدتنا؟ أنا وجدت لكم تشيشة وشدية لها الحجة خيابة للبن لي مخضط وأنا وجدت لكم الفلفل شويتها في النار مع طماطش ودقيتها في قديحة تعالعود والرزامة وأنا وجدت لكم تفضل بالصحة إن شاء الله شكرا جزيلا خالتي فاتحة يعطيك الصحة خالتي خيرا شدتكم الصباح وانتي يا نشوف واسم نشي بدون من هاد شكوة أنا مشي نحل الشكوة دروك نخوي اللبن اللي مخطة اللي براه بودرته بالشكوة ومخطة ودروك ها شوفور أنا مشي نخوي من الشكوة بسم الله ها اللبن تعيوجد هذه هي الطريقة أعزائنا المشاهدين اللبن تعنا راهو واجد أنني نشوف اللبن بصحة الزبدة مازال ماشتش عزائنا المشاهدين ها ركن تشوفها إن شاء الله هي هاي الزبدة تعنا ذلك تطيح هذه الزبدة تحبطة أعزائنا المشاهدين ومازال من بعد مازال نزيدون نرفضوا هذا كل إكسترين هاي الزبدة عزائنا المشاهدين الزبدة هي اللي قعدت في التالي ها نتعنا راهلا هنا ها نتعنا تع الزبدة ها تخوى النمنع ها نتعنا ها وادركن اللبن تعيوجد خويتها من الشكوى خويت اللبن بوحده والزبدة ها هي فأين عندي يادركن نصفي الزبدة بوحدها والليبن تعيها وانا مش هنسقي لهم تشيشة باش يفطروا وجدت تشيشة وراني مجدت لهم الفطور على النار وكل شيء وادركني مش هنسقي لهم باش يأكلوا إذن عزائنا المشاهدين كانت هذه هي الطريقة اللي يصنعوا بها الزبدة اللبن تعال الحليب بتاع البقرة نظن بلل الطريقة كات بسيطة جدا جدا والغذاء بالتالي يخرص صحي اتمنى تكون عجبتكم الحصة بتاع اليوم ومبقى لغين نقول لكم بقوا على خير والله يعطيكم الخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة